في بداية الاصحاح الاول تحت عنوان الاحصاء نموذج للتكرار الكثير جدا جدا المفروض ان فيه احصاء لعدد جنود بني اسرائيل فبتجد ان فيه فقرة معينة لتعريف انا بعمل احصاء لايه 3 اسطر كده وبعدين بقول الصبت الفلاني عددهم كذا كل شوية بيتم تكرار الـ 3 اسطر دول 12 مرة بعدد اصباط بني اسرائيل تكرار كثير جدا جدا ملوش اي لازمة حوالي صفحتين من هذا التكرار فبيقول ايه مثلا فكان بنوا رأوبين بكر اسرائيل تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت ابائهم بعدد الاسماء برؤوسهم كل ذكر من ابن عشرين سنة فصاعدا كل خارج من الحرب كان المعدودون منهم لصبت كذا العدد كذا وبعدين بيكرر تاني مرة بنوا كذا تواليدهم حسب عشائرهم كذا كذا اكرر الـ 3 اسطر تاني كان ممكن ان الـ 3 اسطر المكررين دول احطهم في البداية وبعدين اقول بنوا كذا عددهم كذا بنوا كذا عددهم كذا بنوا كذا عددهم كذا وفي الاخر الاجمالي كذا وخلصت الكلام فتكرار كثير جدا ملوش اي معنى وبعدين في النهاية غالبا اجد في مثل هذه الاصفار التي تحتوي على اعداد واحصاءات كثيرة جدا اجد اخطاء حسابية واخطاء عددية يعني هو المفروض ذاكر عددهم كذا عددهم كذا عددهم كذا 12 صبت عددهم كذا وبعدين في الاخر بيقول الاجمالي راجع كده وشوف هو جماعهم صح ولا لا غالبا هتجد غلطة والاخطاء دي يا اما بتبقى راجع للتحريف او اي سبب من الاسباب مش دي قضيتنا لكن المهم ان فيه خطأ ولو بسيط زي كده وعلى رأي بارت ايرمن لما تكلم على مشكلة ابياثار في كتابه مسكوتن جيسوس تحريف اكوال يسوع هو اكتشف ان فيه خطأ في انجيل موركوس في مسألة الكاهن ابياثار رئيس الكاهنة ولا مين كان رئيس الكاهنة ايام الواقعة اللي كان بيحكي عنها كاتب انجيل موركوس في النهاية وجد ان انجيل موركوس بيحكي عن شيء موجود في العهد القديم العهد القديم مختلف عن اللي ذكروا موركوس يبقى دي غلطة غلطة تافيها غلطة كبيرة ايا كان لكن الكتاب فيه غلطة فارحوه ايه اذا كان الكتاب فيه غلطة في هذا الموضع ايش دراني ان ما فيش غلطات تانية في مواضع تانية بس انا لسه ما اكتشفتهاش او ما تأملتش فيها وعرفتها وهكذا فكون ان الكتاب فيه غلطة ده بيؤثر على وحي وعصمة الكتاب المقدس ترجمة نانسي قنقر